تتواصل المبادرة الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن وتحقيق رؤية مصر 20-23 وبلغ عدد المشروعات التي شاهدها القطاع الصحي منذ عام 2014 حتى الآن 965 مشروعا بتكلفة إجمالية تخطى 90 مليار جنيه بين عامي 2014 و2023 شهد القطاع الصحي طفرة غير مسبوقة شملت جميع المجالات سواء في البناء أو التطوير أو الرعاية الصحية والعلاج كانت في مجملها تسعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن وتحقيق رؤية مصر 2030 منذ عامي 2014 بلغ عدد المشروعات التي شهدها القطاع الصحي حتى الآن 965 مشروعا بتكلفة إجمالية تخطى 90 مليار جنيه بينها 296 مشروع إنشاء جديد بتكلفة تصل إلى 50 مليار جنيه بالإضافة إلى 669 مشروع تطوير بتكلفة بلغت أكثر من 40 مليار جنيه تحت شعار 100 مليون صحة بدأت المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة وذلك بالمبادرة الأم للقضاء على فيروسي حيث تم عمل مسح شمل 64 مليون مواطن أعقبه علاج 4 ملايين مواطن ثم جاءت المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس وشملت 45 مليون طفل لتنجح المبادرة منذ إطلاقها في خفض معدل انتشار الأنيميا بنسبة 25% في مجال صحة المرأة تأتي المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة التي نجحت في تقديم 36 مليون خدمة ما بين الفحص والكشف المبكري عن أورام الثادي والعلاج بالمجان محققة طفرة كبيرة تمثلت في ارتفاع نسبة اكتشاف المرض في مراحله الأولى إلى 70% مقابل 58% في مجال اكتشاف المرض في مراحل متأخرة قبل إطلاق المبادرة استكمالاً للمبادرات الرئاسية جاءت مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد إلى جانب مبادرة رعاية كبار السن فضلاً عن إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة لتخفيف معاناة انتظار المرضى والتي أجرت ما يقرب من مليوني تدخل جراحية أما منظومة التأمين الصحية فحظيت باهتمام كبير بين عامي 2014 و2023 تمثل في تنفيذ 93 مشروع إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد مستشفيات وعيادات بتكلفة تخطط 841 مليون جنيه كما ارتفع عدد المواطنين المؤمن عليهم صحياً من 50 مليون إلى 53 مليون مواطن مبادرة حياة كريمة أسهمت بدورها في تحسين الخدمات الصحية في الأماكن المستهدفة إلى جانب تحسين أماكن تقديم الخدمة الصحية التي تساعد على تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة فهر